موسيقى مساء الخير ارتفع منسوب الخلاف بين أطراف السلطة القابضة على البلد وتقوده إلى الخراب في سبيل تحقيق المصالح سياسية الخاصة هل هذا الخلاف عبر الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يؤشر إلى مقايدة ما يعمل على إنتاجها وتظهيرها قضائيا وتشرعيا وسياسيا أناقش هذه العنوين إضافة إلى ملف الانتخابات ب30 دقيقة مع ضيفي عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات أهلا وسهلا فيك الزميل عباس ظاهر رح نحكي انتخابات نشوف الخريطة الانتخابية بلبنان أول شيء نشوف إذا فيه انتخابات أو لا لكن خلينا نبلش شوي سياسي اليوم البلد معطل اليوم متهم الثناء الشيعي بتعطيل البلد لأنه يريد الربط بين الملف السياسي مع الملف القضاء المتعلق بقضية المرفأ نحن وين صرنا اليوم والخلاف معروف صار يمكن تخطأ الخطوط الحمر اليوم بين القوى يعني الحليفة فيما بين تحياتي استاذ فادي إليك للمشاهدين أولا فعلا البلد اليوم معطل ليس فقط بأجل عدم حصول جلسات لمجلس وزراء البلد معطل اليوم على الأقل منذ أشهر بهذا العهد نتيجة النكايات السياسية اللي عم تحصل بالبلد نتيجة شد الحبال من هذا الفريق وذلك موضوع المرفأ التحييق هو تفصيل زاد على أزمة البلد أزمة إضافية وبالتالي أخذنا إلى تعطيل وعدم حصول جلسات لمجلس وزراء ولكن لو حصل الجلسات لمجلس وزراء وهي مطلوبة على كل حال هل كان البلد ليكون بمرحلة أو مساحة لا تعطيل بالإنتاج أنا أجزم لك من خلال المعطيات الموجودة قدامنا أنه نحن معطل البلد لأنه فيه يمكن بعض القوى السياسية ما بدأ انتخابات نيابية أو بدأ انتخابات بشروطة يحكى اليوم أن يحكى حتى ما تبنى التيار الوطن الحر ما عنده استعداد لا يروح على الانتخابات النيابية بشكل جاهز لأنه ربما الأرقام ما عم تعطيه بكل المناطق اللبنانية العدد اللي هو كان يبتغيه ولأنه هذا المجلس المقبل سننتخب رئيس الجمهورية ولأنه النائب جبران باسيل مراشرح ولأنه في توازنات بالساحة المساحية لكن أثناء الشيء اليوم عم يعطي هيدا الباصل رئيس الجمهوري إذا اعتبرنا أنه رئيس الجمهورية وفريق السياسي هن يلي ما بدون انتخابات اليوم في ظل تعطيل هذه الحكومة حكما في مشكلة بالبلد ما رح يتعطينا انتخابات أزمي بدأ معالجي بموضوع القضاء بموضوع الملف الملف في المرفأة بغض النظر اليوم عما إذا كان اليوم القاضي هو يعني يخطو خطوات صحيحة بالملف القضائي أو لا اليوم في هناك شك من قبل مكون لبناني موجود في هذا البلد سواء انت حبيت هذا المكون أو ما حبيته هو جزء من هذه المكونات اللي بتأمن توازن في الحياة السياسية اللبنانية توازن وطني أي خلل بهذه المكونات إذا كان عند الشيء أو عند السنة أو عند الدرزي أو عند المسيحي بكل أطيافه وبالتالي البلد رح يكون بحالة أزمة إذا اليوم هذا المكون هو يقول أنه ما يجري اليوم وفق أنعته هو استهداف لألي عبر القضاء هو يعتبر أنه هناك تشويه للحقيقة هو يعتبر أنه عمل القاضي ليس صحيحا فبالتالي هو يشكل اليوم عدم توازن للإجابة على هذا التشكيك يعني قضائيا كل الردود تسقط على باب القضاء حتى بالمجلس النواب لم يستطع مجلس النواب إحالة النواب والوزراء أمام المجلس الوطني المحاكمة الرؤسة بالوزراء والنواب طيب اليوم عطلنا بالسياسة حتى نضغط على الشعب اللبناني أنه فك الغطاء عن القاضي البطار يعني هيدا الناس مش عم بتشوفها إلا بهيدا المنظر نعم نحن للأسف تحول كل شي عنا لوجهة نظر كل فريق اليوم يتمسك حتى النظرة إلى الدستور إستاذ فادي تحولت إلى وجهة نظر وهذه مشكلة المشاكل في لبنان ولكن التسوي هي المطلوبة هذا البلد قام منذ عام 1920 من مئة عام وشوي من قرن على التسويات لا يمكن اليوم لفريق أن يشك أو يرتاب أو يشعر أن هناك استهداف لأله أنه يمشي البلد صحيح بوجود هذا الارتياب وبنفس الوقت لا يمكن لأي فريق اليوم أن يفرض على فريق آخر وجهة نظره حتى من باب القضاء عظيم حتى من باب القضاء عظيم نحن اليوم رفع منسوب الخلاف نعم بين الحلفاء يلي عم يشكلوا الحكومة أو شكلوا الحكومة الشركة بالسلطة 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 الحزب حزب الله وحركة أمل اليوم رفعوا سأف المواجهة فيما بينهم حتى الوصول إلى مقايدة وهل نحن سائرون باتجاه المقايدة وماذا تقول هذه المقايدة؟ في مشكلة حقيقية بين هذه القوى بين الثنائم بميلة وبين التيار الوطني الحر التيار الوطني الحر يمكن بده مقايدة بالسياسة العلاقة مش بس بالانتخابات النوائية لكونا اليوم التيار الوطني الحر عنده مشروع سياسي وهو مشروع مشروع بمعنى أنه له حق به موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية يعني بالخلفية بالبعد الآخر عند النائب جبران باسيل وهو له الحق بهذه الفكرة أنه عنده موضوع رئيس الجمهورية لم يعطيه اليوم حليفه الأساسي اللي هو حزب الله وعد بموضوع رئاسة الجمهورية هل اليوم يرفع هذا الصقف؟ خلينا باب الشك أنا كمان أو السؤال هل يرفع هذا الصقف بالقضاء وغير القضاء؟ هذا شك أبو واقعي هو الشك يقود إلى اليقين طيب يعني لا محالي اليوم هل يستطيع حزب الله وعد النائب جبران باسيل بدعمه بالانتخابات النيابية المقبلة وكمان في زعي الحركة أمل للمرة الثانية حتى لو وعد معروف رئيس مجلس النواب أنه ما رح خليك تحكم حتى لو وعد هل بمقدور اليوم فريقين من أصل هذه الأفريقاء حزب الله والطيار وطني الحر وافترضنا كرروا نفس التجربة النيابية بالعدد اللي هني هلأ فيه قادرين يجيبوا رئيس جمهورية أنا أجزم لك لا لن يستطيع هذا السيناريو السابق حزب الله عطل البلد سنتين في سبيل إيصال العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية هل يستطيع اليوم هل هو قادر اليوم في ظل التغيرات الداخلية والإقليمية أنه يعطل البلد في سبيل جبران باسيل لن يستطيع أن يصر جبران باسيل إلى رئيسة الجمهورية إذا ما كان فيه عليه شبه وفاق مسيحي بالدرجة الأولى لو لم يكن الدكتور سمير جعجع واتفق مع التيار الوطن الحر على إيصال الرئيس ميشيل عون ما كان رئيس ميشيل عون صار ببعبدة لو لم يكن هناك قبول من التيار السياسي السني المستقبل لرئيس سعد الحريري ما كان وصل وبالتالي اليوم لا يستطيع لا فريق بعينه اسمه التيار الوطن الحر ولا حليفه حزب الله أن يوصلوا أي فرد إلى رئاسة الجمهورية إذا ما كان فيه عم نحكي بهذه الخريطة الموجودة عندنا اليوم السؤال اليوم يعني جبران بسي الماسك ملف القضاء نعم صح؟ أعتقد للمقايدة للمقايدة يعني عم بلوحه في وجه هزب الله حركة أمل والرئيس بري شعون بيقولوا بهذا يعني كمان الرئيس بري بالمواجهة اليوم نعم عم بيقول إذا رحنا إلى مذكر التوقيف بحق علي حسن خليب يخرجوا بالبلد الرئيس بري حسب ما أرينا بآخر تصريح له بموضوع مع المحرمين حتى قبل أنه فصل كل سلطة تاخد صلاحياتها بمعنى أنه في نواب في وزراء في رؤساء في مجلس نواب هو بيقدر يحاكم هو بيقدر يحدد وبالتالي اليوم القضاء القادل بيطار هذه تهريبي الرأي العام اللبناني بيعتبر أنه هذه تهريبي هذا مخرج هذه واقعية هذه صفقة أو هذه الصيغة الواقعية نفس يلي طير نفس يلي طير جلسات مجلس نواب حتى ما يقر هذا الموضوع يعني أقصد هنا التيار الوطني الحر وهي دي ملنا مخفي وهم يدعون ذلك أو يجاهرون بذلك أنه نحن ما نقدرين نتحملها بالساحة المسيحية نقدر نفصل هذا العمل وللأسف بين لم نتحملها وبين نحن متبنيين الهجوم السياسي على فريق ما عم تلتقل مصالح هنا يعني بانتظار هذه المقايا شو دخل الشعب اللبناني اليوم الدولار 28-29 يمكن بكرة كلنا ضحية في ضحية يعني ما في شي ضحية عدم إيجاد تسوية سياسي في البلد هذا البلد قام على التسوية السياسية المطلوب اليوم تسوية سياسية في كل شي مثل مكان انتخاب رئاس الجمهورية وتسوية مثل مكان أي محطة يعني أثناء الشيعي متهم بتعطيل البلد بالإنتهار التسوية المطلوب اليوم تسوي بملف القضاء بملف المرفأ لا يمكن اليوم لأي فريق أن يفرض ولا حتى الآدي بطاري روح الآخر طالما فيه مكون كامل هو رافد يشكك يرتاب من هذا الموضوع لا يستطيع الآدي حتى لو كانت كل القوى والمنطق والتاريخ والبدكية ما بيقدر بطل عن فصل السلطات بطل عن فصل السلطات بطل عن فصل السلطات خلينكم واقعين هذا البلد قائم على توازن حبات ولا محبت هذا البلد قائم على توازن لأنه التعيينات على التوازن حتى في سبيل إظهار الحقيقة مين قال أنه الحقيقة ما بتتأمن إذا صار في فصل السلطات طيب لكن هون ما في فصل السلطات فصل السلطات يعني نحن عم نعطل البلد في سبيل في سبيل فصل السلطات تغيير في سبيل فصل السلطات خلينا نقول بهذا الإطار هنا أنا ما عم دافع عن وجهة نظر قد ما عم بحكي على أنه يجب أن تكون هناك تسوي التسوي تقوم على فصل السلطات لو كان اليوم في سبيل الحقيقة يحصل فصل السلطات وكل مؤسسة تأخذ دورة وما تعتبر أي مؤسسة في تعدي على صلاحياتك إنه بألف خير هذا البلد لكن اليوم آخر شي رح نروح نرجع على تسوي كل السلطة السياسية اليوم تتدخل بالقضاء وإنت بتعلم أداش الرئيس بري يقول أنه الضعيف يذهب إلى القضاء معروف هناك تعينات بيصير في تدخل مين وقف تشكيلات المجلس القضاء العلى مين يلي وقف تشكيلات المجلس القضاء العلى هذه تؤخذ على رئيس الجمهورية للي وقف تشكيل المجلس القضاء العلى يعني تدخل يعني أراد ألا يكون هناك تشكيلات في سبيل أن تكون الأحكام والمسار القضائي هيك يفسر يعني أنا حابب أفهم غير هيك بس الواقع هيك خليني روح لمطرح تاني نعم انتخابات نيابية اليوم المجلس الدستوري عنده نهارة ثلاثة حتى يقدم رأيه في قبول الطعن أو لا كمان هيدا إلى علاقة بالتسوية صرنا نحن عم نحكي سياسيا انتخابيا تشريعيا قضائيا كله هيدا الباكج أنه هيدا مقابل مش فرقاني كلهم ثلاثتهم مش فرقاني معه شو عم بيصير بالبلد تعطى ووصل التسوية تعطى نعرف نحنا قداش بقيين في مستقبلنا السياسي للأسف اليوم موضوع الانتخابات النيابية هي محطة أساسية الكل بده انتخابات على الأقل بالعلن مقال ولكن ضمنيا هل الكل اليوم مستعد ليروح على الانتخابات يعتبر فيها أنه ما رح يحقق الأعداد اللي كان يطلبها اليوم أستاذ فادي بدي أفتح النقاش اليوم بجدية حول موضوع بين أهلالين أرقام نحن عنا بالمركز وهون لا الاستدلال للارتكاز لا إله حتى نقرأ البعد الآخر ليه البعض بده البعض اليوم عنا نحن بالمركز مكتب استطلاعات الرأي أجرى دراسات على الأقل حتى الآن بدائرتين سائبة الشوف وسائبة الزحلة وهلأ في دائرة أخر رح تكون كسروان وبعدين المتن إلى مهنالي هلأ في دراسة عام تصير بس بالنتائج بالشوف بينا اليوم المجتمع المدني أو الثورة أو قوة تغيير سميها البدكية عندها بحدود العشرين بالمية وأنا أتحدث عن أرقام عندها بحدود العشرين بالمية من مين أخدت العشرين بالمية أخدتهم من القوة السياسية المسيحية بالدرجة الأولى ومن ثم القوة السنية بالدرجة الثانية لأنه في إرباك بالساحة السنية هلأ عند القوة المسيحية لم تهتز القوة الدرزية شوف عم نحكي جوا بلى بلى بشوف اهتز وفي تراجع على كل حال أنا بس أكون دقيق عند كل القوة السياسية دون استثناء هل رح نعطي مثل بزحة تراجع عند كل القوة السياسية دون استثناء ما في ولا قوة ولا شخصية سياسية إلا ما عندها تراجع بس نسبة تراجع بتختلف بين 32 لنقول عند المستقبل على سبيل المثال أو 30 عند الطيار أو 14 عند القوات مثلا بهذا الإطار بشوف قوى المجتمع المدني قوى التغيير قوى الثورة لسمية الحالة الاعتراضية عند الناس هي بحتود العشرين بالمية أقل شوي أكتر شوي بهذا الحتود فينا نضيف على هالعشرين بالمية المجموعات التي لم تنتخب مبارفة داشت نسبة الانتخاب العشرين بالمية هيدا البدت انتخب قوى تغيير هيدا اللي سمت راحت قالت مباشرة أنا بدي سمت هذه انتقلت من فريق سياسي إلى أفريقاء من أفريقاء أكيد أفريقاء سياسي بالدرجة الأولى قلتلك مين عند الطوايف هل لا هل هيدا القوى بتكون مع بعضها بعدين بتعمل لائحة موحدة بتقدر تاخد حاصل ونص ولا ما بتاخد هيدا موضوع صار موضوع تاني يمكن هالحالات الاعتراضية بكرة ما تنتظم بلائحة وحدة خصوصا أنه بعض الأحزاب بتيفوتوا على هيدا المجتمع المدني بيشتتوه فبالتالي بتصير القوى الاعتراضية موزعة أكتر من محل هون الأحزاب بترجع بتاخد نفس أكتر وبتحقق مبتغاه طيب التيار الوطني الحر تراجع هون نفس الشي حصل عنده تراجع بزحلة القوات تراجعت بس مش قدت تيار الوطني الحر أنا أعطيتك رقم 32% تيار الوطني الحر بس 14% لقوات عمليا بتشوف تيار الوطني الحر بعده أقوى من القوات ولكن بشي بسيط بسيط جدا 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 وبالتالي هيدا المتغيرات اليوم بالأرقام لكن إذا أسنع على باقي الدوائر يعني أحيانا بتفهم ليه هدف يمكن كون أنا شكي مش بمكانه بعض القوى السياسية ما بدأ انتخابات لأنه هي بعلمة اليوم ما عندها تحالفات واسعة من قادرة تجيش من قادرة تعمل خطاب شعبي موجودة بالسلطة برأس السلطة تتحمل مسئولية بالنسبة للمعارضين والثوار والمجتمع المدني والمعترضين على الحياة اليومية باعتبارها هي بالعهد فبالتالي تشكل انتكاسي انتخابية لأله رح تزداد يمكن من هنا الانتخابات لأنه لا الخطاب الطائفة بعد ينفع أنا لما بعبي بنزين بسيارتي أو بدي روح عامل شوبينج بالمواد غزائية استهلاكية ما رح تزكر الخطاب الطائفة أنا بدي تزكر يلي عمل لي إصلاحات جوهرية يلي قدم لي أمور معي شيء قدر تساعدني وما حدا قدم فبالتالي هون تسقط الخطابات التي كانت تعتمد في الدورات السابقة تحت عنوان حقوق المسيحيين وتحت عنوان حقوق هذه الطائفة وتحت عنوان ما بعرف شو والخوف من التهجير إلى ما هنالك وبالتالي صارت القوى السياسية قدام أمر كتير حساس بما أنه هذا الواقع كان هيك موجود إجا الحزب التقدم الاشتراكي تيقول للقوات اللبنانية تفضلوا لأعمل أنه يكن تحالف لا بل يسعى هو القوات اللبنانية ويمكن بدون يستميلوا طيار المستقبل في مكان ما ليرجعوا يجمعوا هذه الجبهة تقدر تحقق المكاسم يشارك طيار المستقبل في الانتخابات على رأسه سعد الحريري هنا الإرباك اللي حاصل بالساحة السنية كل الأرقام اللي بيّنت عنا بالدراسات بشوف بزحلة ويمكن مناطق تانية بيّنت أنه فيه إرباك بالساحة السنية لم يسبق له مثيل الساحة السنية اليوم بحالة بدي استعمل هذا المصطلح وبعد الزر نكبة سياسية ماذا بعد؟ هل اليوم القوى السياسية السنية قادرة تلبي بالمرحلة المقبلة يعني ما يريده الناس الناس بحالة يعني شفنا دائما لم أعلم لمن سأنتخب بعد لم أحدد هاي جواب الناس كانت عند السنة تحديدا لم أحدد خياراتي رغم ذلك بعضه القوى الطيار المستقبل هو القوى الأساسية ولكن بين حالي حالي هزيل نسبيا ما فكرت بقوى تغييري أخرى ضمن هذه الثلاثين أو خمسة وعشرين بالمئة عنا أزمة بدائل استاذ فادي بالقوى التغييري عنا أزمة بدائل يعني لما اليوم بدوا يشوفوا خطاب كلنا إرادة مثلا ونحو الوطن عم بيحاربوا بعضهم بالسياسي وبالإعلام وبالجمعيات الناس ما راح تشكل لها بديل موثوق به لما يشوفوا مثلا كلنا إرادة راحين على سبيل المثال مع حزب الكتائب أو شخصيات أخرى اللي تتبنى وتقول أنه هني بدون يركبوا على ظهر الثوراء هاو دي ما بيشكل بديل ما راح يفل اليوم من الطيار الوطني الحر أو من العهد لحتى يروح عند الكتائب ولا راح يروح عند الكتائب بده بديل جديد وموثوق به لا منه مربط وما عنده خبايا وما عنده مصالح ومنه حصان طرواضة المعنى المباشر وهذا المصطلح قداش مجموع هاو دي الناس لأ في حكي أنه قد ما يكون هذا الكلام يلي ظهروا من الطيار عم نعطي مثل أو ظهروا من الاشتراكي أو الحزب أو الثنائي البدد وبدوا البديل قداش هاو دي مجموعهم يشكلون قوة يعملوا حاصل العشرين بالمئة الموجودين بيشوف أو اتمنتعش بالمئة بيزحلة من يجوا هو لحالة اعتراضي اجت إما من الناس لا ثقة عندها بالأحزاب أو من حزبيين سابقين محازبين أو الذين ينتصرون لأحزاب وبالتالي هن يشكلوا هيدا النسيج ولكن أنا لحد هلأ تسألني وبكل صراحة بقول لك إياها المجتمع المدني أو قوات تغيير أو قوات الثورة اللي عندها هاي الأرقام إذا ضلت بهذه الممارسة وما قدمت بدائل وبنفس الوقت راحت باتجاه صراعات مستقبلية مثل عم بيصير هلأ بهذه الدوائر تاخد صفر مش واحد صفر يمكن ببيروت شبا بهذا الأداء بهذا الأداء طبعا ألا بزحلة أوكي حكينا عن زحلة لأن وكمان في سؤال تاني اليوم كمان الثناء الشيع حزب الله وحركة أمل كمان عم يخسروا من جمهورهم ما في حدا إلا ما خسر من جمهورهم بنسب عشرة بالمية ويمكن هاي أول مرة تقال بس أنا لأنه عمل دراسة علمية وبدأ أحكي للأمانة يعني نحن مكتب علمي بالنهاية عشرة بالمية عند الشيعة هم أعلنوا أنهم معطردين على القوى السياسية بشكل عام وهم مع قوى المجتمع هادي يفسروا بأصوات خارج الثناء الشيعي أو هادي تراجع بس بدي يجيبهم أي خطاب طائفي أو سياسي لا بالاستطلاع بالأحصاء بيّن أنه عشرة بالمية من عند الشيعة هن مع القوى التغيير التغيير هلأ ينتظمونا برجع بقول بلائحة ولا بكرة بيعتكفوا إذا ما صار في لائحة تحاكي صحيح الهواجس الناس بتكون عن جد مستقلة ومنا بربطة هون وهون مع قوى داخلية وخارجية تقدر وإلا أنا بعتبر هاي الناس رح تأتيكي في بكرة تنضم إلى لا منتخب مقترعين لا منتخبين وبالتالي هادي موجودة عن كل الطواف هلأ برجع بموضوع زحلي بس لأعطيك بشكل مباشر المجتمع المدني هو وراء موحد بزحلي القوات هون أنا يعني المجتمع المدني إذا كان موحد بيعمل حاصل بيعمل حاصل وربع القوات عندهم كمان حاصل وشوي إذا قدروا اشتغلوه القوات عندهم وضد كل حديث بيقولوا أن القوات ما عندهم بزحلي لأ عندهم حاصل وشوي الثنائة الشيعي عندهم حاصل وأكتر تيار المستقبل عنده حاصل كمان وأكتر أما بعدين منحكي بيجي بالتوازي ثلاث أسماء وأنا بدي أسمح لنفسي لأنه هاي دراسة عملتها بشكل مستقل كليا عندك ثلاث أسماء تقريبا بيوازوا بعضهم هني النائب ميشيل ظاهر نائب سيزار معلوف وسيدة ميريا مسكاف تقريبا نفس اللفل اللي هني الأقوى بزحلي على صعيد الأسماء حتى كل واحد منه أقوى من تيار الوطن الحر كمان هل أدد نعم ميريا مسكاف أقوى من تيار الوطن الحر نائب ميشيل ظاهر لحاله أقوى من تيار الوطن الحر سيزار معلوف ولكن ولا حدا منهم بيقدر جيب حاصل القوة اللي ذكرت لك هي بتقدر جيب حواصل فقط لغير تيار المستقبل بيقدر جيب ستنائي بيقدر جيب وقوات لبنانية بتقدر جيب بس أي قوة تغييرية نحن عم نحكي مش معروفة بعد هلأ إذا قوة تغييرية بكرة افترضنا مثلا إذا كانت ميريا مسكاف أو محافظة الألقاب أو ميشيل ظاهر وراحوا مع قوة تحت عنوان مجتمع مدني وثورة يمكن هولي الأشخاص إن كانت ميريا أو إن كان عزرين سيد ميريا أو أستاذ ميشيل بيقدروا مع المجتمع المدني هني شكله منافسي جدي طبعا بعد بكير في صورة هيك شوي عن غير دائرة طيب نعطي مثل شمال مثلا أم المعارض هلأ الشمال بدك شوف في التيار المستقبل لم ي بدون يعطوا إذا ما كانوا نازلين هني أعطوا بالسابق لجبران باسيل بعدد مناطق هل بدون يعطوا بصغرطة وبالكورة وبعكار لمصلحة سليمان فرنجي بطريقة غير مباشرة حتى لو لم يأخذوا الانتخابات تيار المستقبل لو أرر رئيس سعد الحريري أنه ما ينزل في اليوم السماء هي موجودة عنده بيبون عليها تيار المستقبل لو هي بتمثل تيار المستقبل هي بتشكل هيدا مثل محمد الحجار بتشوف إذا كان عاصم عراجي أو غيره بالزحلة أو هني هولي هيدا الوهش تقول تيار المستقبل سيجتمع حوالي هون وأي لقحة بيكونوا فيها هالأسماء رح ياخدوا هيدا النسيج السني المستقبلي تحديدا إذا كان سليمان فرنجي بي شمال عمل هيدا الحلف في طريقة غير مباشرة مع الرئيس الحريري فبدي يكون عنده عندي بعد أقل من الدقيقة بس خليني أطرح هذا السؤال اليوم هل حقا عندنا انتخابات هل حقا الجو الإقليمي ويضغط أو الدولي يضغط على لبنان من أجل إجراء لا مجرأ لتأجيل الانتخابات لن يجرأ أي فريق أن يجاهر علنا أنه لا يريد الانتخابات أو يسعى لتعديل بمجلس نواب لتأجيل الانتخابات لن يجرأ الشعب لا يقبل لأنه يعتبر محطة غيرية أساسية هل يفتعل عمل أمني كبير في لبنان أساس هذه نحن صندوق النقد الدولي ما رح يعطينا مصاري قبل للانتخابات النيابية وبالتالي ما في مجال عمل الأمني إن شاء الله لا بس ما في تفكير التسويات اللي عم تصير بالمنطقة الإقليمية كلها بتساعد على الاستقرار ولو بعد حين في لبنان يعني المفاوضات بفييننا لو تعثرت بمحطة بيوم إلى ما هناك العالم العربي اليوم وهذا الموقف الأكتر انفتاحي حتى مع الإيرانيين مفاوضات عمان عمان المفاوضات المساعي المصرية كلها بتصب في إطار التسوية نحن سنحصد نتائجها للأسف نحن بهذه الفترة عم ندفع ثمن غياب الاتفاق السياسي الأقليمي والدولي نحن بالفترة الوقت الضائع عايشين بأقصى أزمتنا ولا أتوقع بعد فترة سيكون عندنا أزمت أكتر من هيك إذا هذا الأقليم استقر على الأقل بيقدروا يساعدونا أنا بدأ أشكرك عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات أهلا وسهلا فيك مشاهدينا انتهى وقت البرنامج يمكن الاستماع إلى إعادة الحلقة عبر صوت كل لبنان الساعة التاسعة مساء شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة